اشتركوا في القناة في الدقيقة الثالثة قرمي يفتح على الجهة اليسرى وزيتي يسجل اول اهداف المباراة بعدها اللاعب السابق في صفوف الوفاق عبد الرحمن حشود حاول ان يعدل النتيجة لكن من دون جدوى امام انظار وتوجيهات المدرب الان جيجر وكان الهدف التاني للوفاق ستيفي هاته المرة عن طريق امير قاراوي امير قاراوي احتفل بطريقته الخاصة وهو يسجل تاني الاهداف للوفاق لقطة تنائية جميلة اختتمها امير قاراوي بهدف امام الحارس جميلي حشود مرة اخرى يحاول وهذه المرة خديرية يمنع كرته من زيارة الشباك حشود هذه المرة وعن طريق هوايته المفضلة مخالفة مباشرة ويسجل هدفا جميلا في شباك فريقه السابق الوفاق ستيفي انصار الملودية فارح كثيرا بالهدف الجميل وعودهم الامل وحشود لم يفرح كثيرا احتراما لانصار الوفاق في الشوط التاني لم تتغير الكثير من مجريات اللقاء والوفاق ستيفي حاول عن طريق رجل اللقاء جورمي لكن جميلي وقف وجها لوجه امام كل هجمات الوفاق عن طريق جورمي او عن طريق ايضا فارس بن عبد الرحمن جورمي وصل الهجمات على الجهة اليمنى والجهة اليسرى لكن لم يزر الشبك ليختتم اللقاء بلقطة خطيرة الملودية حشود لم يفلح امام براعة الحارس خديرية ليفوز الوفاق بالنقاط الثلاث